بعد ما أقر قانون العدالة الانتقالية اللي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي بإحداث هيئة الحقيقة والكرامة ورد على المجلس قرابة 400 ميلف للتارشح لها الهيئة قعد منهم 295 ميلف لاختيار 15 عدو يشرفوا على مسار العدالة الانتقالية في بلادنا في أجل ما يتجاوز شهر في بديل جاري وم المفروض إنه هالهيئة باش تقوم بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورتين وجبر الضرر للضحايا قبل المرور للمصالحة الوطنية وكل عادة وكيف كل هيئة بدأت تتحوم حولها الشكوك والتسريبين ونتهمت لجنة فرز الميلف بالقيام بالمحاصلة الحزبية وهو ما تصدر عديد العنوين على غيرات هيئة الحقيقة والكرامة بوادر المحاصلة الحزبية في فرز التارشحات وبن موسى يصرح تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة ستكون قائمة على المحاصلة الحزبية وجدت الشكوك هيد نظرا لكون اللجنة أغلب أعضائها من أحزاب الترويكا الأمر اللي خلى مجموعة من النواب يطالبوا بضرورة إعادة الفرز الإيدالي وتمرير كافة الميلفات على الجلسة العامة والتصويت عليها بأغلبية 8 وتسعة صوت في حال موقعش الاتفاق على أعضاء الهيئة وتقعد بهكا هيئة الحقيقة والكرامة تدور في دوامة مفرغة وممكن يتعطل مسارها إذا موقعش الاتفاق عليها اشتركوا في القناة